كورونا والأطباء معركة الخطوط الأمامية كما هو معروف لكنها في اليمن تحدث في وضع مختل وبين طرفين غير متكافئين بالفرص ولا موازين القوة ووسائل الحماية عشرات الأطباء قضوا في نزال الخطوط المتقدمة ليقال عنهم إنهم حقاً فدائيون بالمعنى الإيجابي للمصطلح ليس غريباً أن يموت الأطباء في مواجهة الأوبئة التي تجتاح البلدان وقد حدث ذلك في كل البلدان التي تفشى فيها كورونا لكن الفارق في اليمن أن هؤلاء وحيدون وهم أول شريحة تم التخلي عنهم من قبل السلطات الميليشاوية التي تحكم وتتحكم في البلد جنوبه وشماله أما السلطة الشرعية فهي غائبة في هذه الأزمة كحال بقية شؤون البلاد الدور السلبي مرجعه أيضاً التحالف السعودي الإماراتي الذي شن حرباً على كل بنا الدولة اليمنية وأحالها إلى دمار لتصبح مساحة فارغة تتجول فيها الأمراض والأوبئة المنظمات العاملة في اليمن حصالات تبرعات المانحين لا يذكر لها أي نشاط باستثناء المطالبة بمزيد من الدعم والنفقات التشغيلية هذه التركيبة من الفساد والعبث جعلت الأطباء يدفعون ثمناً باهظاً أما الثمن الأفدح فقد دفعه الشعب الذي بات الخاسر الأكبر في هذه الأزمة وغدا ضحية أمراض يمكن الوقاية منها بقليل من الخدمات الصحية